السفري على التنفيذ محمد يلعب الكرة العرضية من يقابل والرأسية والهدف الأول الهدف الأول لفريق جدة في التقدم جدة يتقدم بالنتيجة والهدف الأول وافتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة تحديدا يتقدم فريق جدة عرضية كانت رائعة وهائلة من محمد السفري القائد والرأسية كانت ممتازة ورائعة من السواعد إذن سلطان السواعد يسجل الهدف الأول وافتتاح التسجيل للضيف جدة الضيف الثقيل يتقدم بالنتيجة وهدف رائعة رأسية هنا العرضية المثالية والرائعة هكذا تلعب كرة القدم والرأسية رأسية رائعة من سلطان السواعد في الشباك في الشباك ممتاز يعني الحظوة في الجولات الماضية وهدف التعديل جيموفيتش جيموفيتش يسجل الهدف للرياض الرياض يعدل النتيجة الرياض يعدل النتيجة وسط غفلة من دفاعات فريق جدة كانت اللغة ما بين دياغو ميراندا وأيضا جيموفيتش وجيموفيتش يسجل الهدف هدف التعديل لفريق الرياض هذه اللغة كما نشاهد لويس مورالها إلى جيموفيتش والتسديد الرائع جدا الرائع لجيموفيتش اصطدمت فيها الدفاع مورالها كان رائع فيها التمرير والكل اصطدمت بإحسينها يوجه الدفاعات ويوجه الحارس برونو هنا دياغو بابابا هدف ثاني لفريق الرياض دياغو 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 ميراندا ميراندا سدد وغلطة برونو برونو غلطة الحارس والتسديد التي كانت مباغتة مباغتة لفريق الرياض كانت رائعة لفريق الرياض من دياغو ميراندا سدد الكرة مباشرة في المرمى هذا هو تياغو ميراندا احد افضل الحلول لمدرسة الوسطى في هذا اللقاء وفي كل اللقاءات دائما وابدا فريق الرياض يقدم الكرة الجميلة هنا التسديد رائع رائع وسلطان تنكر في المرمى في المرمى بالخطأ بالنيران الصديقة ولكن التسديد كانت رائعة وقوية من دياغو ميراندا صد الكرة الحارسة ومن ثم أفضل اللاعبين وقوية من دياغو ميراندا